السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى الجميع تراجعت معدلات التضخم في ألمانيا في أكتوبر الماضي وذلك بفضل انخفاض أسعار الطاقة ومع ذلك استمرت أسعار المواد الغذائية بالارتفاع وإن كان الارتفاع بمعدل أبطأ من الأشهر السابقة وبحسب بيانات المكتب الفدرالي للإحصاء فارتفعت أسعار المواد الغذائية في أكتوبر بنسبة 6.1% بالمقارنة مع شهر أكتوبر من العام الماضي ويعد هذا الارتفاع أعلى من متوسط معدل التضخم في ألمانيا اللي يبلغ الآن 3.8% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي أسعار السكر والمرملادة والعسل وغيرها من الحلويات هي الأكثر ارتفاعا حيث ارتفعت بنسبة 13.5% وارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 10.9% والفواكه بنسبة 9.6% والأسماك 8.5% بالمقابل انخفضت أسعار الزيوت والدهون الغذائية بنسبة 13.3% وهذا الشيء أنا لاحظته بالفترة الأخيرة ولكن بشكل غير متساوي فمثلا الزبدة الآن بأغلب المحلات بألمانيا تم عمل تخفيض على أسعارها وهي انخفضت الآن بنسبة 27.5% وانخفضت أسعار الزيوت بشكل عامل زون بلومن أول وغيرها بشكل كبير ولكن زيت الزيتون هو الارتفع سعره بنسبة 40% أسعار الطاقة هي مسؤولة عن الارتفاع الكبير بالتضخم بالأشهر الأخيرة ولكنها الآن تراجعت بشهر أكتوبر بنسبة 3.2% بالمقارنة مع أكتوبر من العام الماضي هذا يعني بالنسبة للديزل هو أرخص من ما كان عليه الحال قبل سنة ب28.2% وأهم شيء هو الديزل لأنه يتحكم بكل الأسعار الكهرباء مرتفعة بنسبة 4.7% رغم توفر مصادر أخرى بديلة للغاز الروسي ولكن المصادر البديلة هي مكلفة وأماكن يعني اللي تم تصديرها لألمانيا منها هي أماكن بعيدة جدا بالإمكان القول الآن أن الأمور مستقرة برتم أعلى من المستوى الطبيعي ولكنها بطريقها إلى التحسن وأن ألمانيا تجاوزت تداعيات حرب أوكرانيا لما كانت بلائع مفقودة من المحلات بسبب الأزمة اللي حصلت بوقتها الموضوع التالي أصدقائي أعلنت وزارة الداخلية الألمانية يوم الاثنين أن عدد طلبات اللجوء التي تم تقديمها بألمانيا في شهر أكتوبر الماضي بلغت 31.837 طلب لجوء وهو أعلى مستوى من سبتمبر 2016 وبذلك بلغ إجمالي عدد طلبات اللجوء التي قدمت بألمانيا خلال العام الحالي حتى نهاية أكتوبر إلى 267.384 طلب لجوء هذا الرقام لي هو أكثر من ربع مليون هو أكثر من 2022 بـ 68% السوريون شكلوا أكبر مجموعة من طالبين لجوء بألمانيا بـ 2023 وأتى منهم 88 ألف شخص يعني قدم لجوء بألمانيا بزيادة قدرها 66% عن العام الماضي الأفغان بالمركز الثاني 44 ألف وأيضا يعني فوق الـ 60% زيادة طلبات لجوءهم هذا العام أما الأتراك فشكلوا الجالية الثالثة بطلبات اللجوء 45 ألف طلب لجوء لشخص يحمل الجنسية التركية وهي زيادة عن العام الماضي 200% خلال شهر أكتوبر كانوا أكبر جنسية تقدم لجوء بألمانيا حتى كانوا أكثر من السوريين نتكلم عن شهر أكتوبر بحسب وزارة الداخلية الألمانية فأغلب طالبين اللجوء من تركيا هم عوائل وليسوا من الرجال العزاب كما هو الحال ببقية الجاليات وأشارت الوزارة إلى أن العدد الكبير من الأتراك يسافرون من تركيا إلى صربية اللي تسمح لهم بدخولها بدون تأشير الدخول ومن ثم يواصلون رحلتهم إلى ألمانيا ودول أخرى في أوروبا دون أن يحتاجون إلى مهربين أو إلى عبور البحار وأنفاق آلاف اليورهات والمجازفة بحياتهم مثل بقية الجنسيات نتحول الموضوع التالي أصدقائي تشهد تجارة السلع المستعملة نمو هائل بألمانيا وصارت تجذب اهتمام كبير جدا من المستهلكين بألمانيا خصوصا الشباب اللي يدورون على خيارات رخيصة الثمن ويحاولون تحقيق أموال أكثر طبعا هذا النمو يرجع إلى عوامل عديدة حسب ما تصلت الضوء عليه هذا اليوم وسائل الإعلام منها أولا التضخم وغلاء الأسعار بالإضافة إلى أن هناك وعي بيئي ناس تفضل شراء سلع مستعملة لأنهم يعتقدون أن هذا الأمر يحافظ على البيئة يشمل سوق السلع المستهلكة مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك الملابس هناك ملابس مستعملة معاة تصنيعة يعني هي جديدة ولكنها تأتي على صيغة مستعملة هذا رح نشرح لكم بسياق هذا الفيديو الإلكترونيات أيضا تشتريها جديدة مغلفة بورق يعني التغليف الكامل ولكنها معاد تدويرها أو معاد تصنيعها ويباع بسعر أرخص وحتى الأثاف بمجال الإلكترونيات منتجات عديدة تحظى بشعبية متزايدة يتم إصلاحها ويعادة تصنيعها لتكون بحالة جيدة كما لو كانت جديدة وتباع أحيانا على أنها جديدة بمواقع خاصة لمن لا يعلم هناك منصات خاصة تبيع أجهزة كهربائية وملابس هي ليست مستعملة ولكنها مجددة مثلا ملابس اللي ترمى بالقمامة القمامة الخاصة بالملابس يتم إرسالها إلى مصانع من جديد يتم هناك إعادة تدويرها وإعادة نسيجها على شكل ملابس جديدة نفس الحال ينطبق على الأجهزة الكهربائية المجمعة مثلا قطع غير تجمع بمراكز معينة ويعاد تصنيعها من جديد وتبع غسالة أو ثلاجة أو أي شيء آخر بنصف قيمة الجهاز الجديد هناك مواقع تبيع هذه الأمور بشكل كبير جدا وتحقق مبيعات يعني عالية جدا جدا مثل موقع ريفوبد هذا الموقع متخصص ببيع الأجهزة الكترونية التي تم إعادة تدويرها وإعادة تجديدها موقع الثاني اللي هو متخصص ببيع الملابس المستعملة اللي تم إعادة نسيجها وإعادة تصنيعها وبيعها وموقع آخر اسمه مومكس أو مومكس متخصص ببيع الكتب والموسيقى والأفلام والألعاب المستعملة وموقع إي بي هذا الموقع يشمل مجموعة واسعة من المنتجات المستعملة ما نقصد إي بي كلان أنساقن أو كلان أنساقن اللي صار اسمه الآن وإنما إي بي دي إي الأصلي يبيع لك سلعة مكتوب تحتها معاد تصنيعها أو مجددة تباع بسعر أرخص بالمقارنة مع السلعة الجديدة ما لم يتم إحصاءه أصدقائي هو البيع الخاص عند الناس على تطبيقات مثل فيسبوك وكلان أنساقن وغيرهم من التطبيقات الناس تبيعوا تشتري سيارات ملابس أطعمة شخص جمع جواز مثلا كذا كيلوا عرضوا باعها وأمور كثيرة حطب أثاث منزلي كل شيء تقريبا دون أن تستفاد الدولة بشيء لأن لا يوجد ضريبة وبالتالي الأسعار تكون رخيصة قريبا لما يأتي اليورو الرقمي هذا السوق البديل الرخيص ربما سينتهي إلى الأبد الموضوع التالي أصدقائي هناك حادثة خطيرة حصلت هذا اليوم بألمانيا وهي الآن تحصل بوقت تسجيلي للفيديو عنف مسلح بالمدارس هاي ظاهرة بدأت تنتشر كما نلاحظ بالدول الغربية بشكل عام مثل أمريكا ألمانيا وفرنسا هذا اليوم أو الآن بهامبورغ معلمة مرعوبة اتصرت بالشرطة وقالت إنها تحت تهديد طلاب ثمين مسلحين بالمدرسة طلاب جابوا مسدسات ودخلوا على معلمة وحبسوها بغرفة المدرسة هي ثانوية بلانكنسة اللي هي جيمنازيوم في شارع اسمه شارع فغامشتغاسة تعرضت للتهديد المعلمة من قبل طلاب مسلحين بمسدسات لونها أسود تحركت الشرطة بشكل كبير استجابت لرداء المعلمة وحاصرت المدرسة بأفراد مسلحين من الشرطة ودخلوا ضحثا عن المشتبه بيهم ويزعم إنه شهداء في ببنى المدرسة يسيرون وكانوا يحملون سلاح حتى الآن غير معلوم هل هم طلاب بنفس المدرسة أم طلاب من مدرسة أخرى تم إخلاء المدرسة من الطلاب وتم نقلهم إلى مكان أو بناية بشارع اسمه أوسدورف لانشتغاسة ببناية هناك وحسب شرطة هامبور يمكن للأهالي الذهاب إلى هناك لأخذ أولادهم لا يزال الموقف متوتر حتى وقت تصور الفيديو وما تم إنهاء الحالة حتى الآن الموضوع التالي أصدقائي ظاهرة خطيرة نصف مليون شخص بدون منزل بألمانيا يتم اعتبارهم متسولين أو ظاهرة هي تنتشر هذه العيام بألمانيا عدد الأشخاص اللي هم بلا مأوى تقريبا 447 ألف شخص ظاهرة يرجع هذا الارتفاع حسب وسائل الإعلام إلى عوامل عديدة بما في ذلك تدفق اللاجئ من أوكرانيا والارتفاع الحاد بأسعار المساكن هذه الأمور دفعت الكثيرين إلى أن يكونون مشردين ولم تستطيع المؤسسات الحكومية أن تستوعبهم وفقا لتقديرات من الاتحاد الألماني المساعدة بحالات الطوارئ للأشخاص اللي لا مأوى لهم أو ما عندهم سكن فأن عدد الأشخاص اللي يعيشون بلا مأوى ازداد بنسبة 66% عن 2022 وشكل اللاجئين من أوكرانيا جزء كبير من هذا الارتفاع حيث وصل عددهم بألمانيا إلى مليون وربع المليون لاجئ من أوكرانيا من بداية الحرب بفبراير من العام الماضي تصادف قدومهم مع أسوأ أزمة سكن بتاريخ ألمانيا وكانت غالبية هؤلاء اللاجئين من النساء والأطفال متمكنوا من العثور على سكن دائم أو على سكن دائم شكل الألمان أيضا جزء من هذا الارتفاع وزاد عددهم 5% بين عامي 2021 و2022 يرجع ذلك إلى عدد من العوامل حسب ما يقول الإعلام الرسمي الغلاء ارتفاع سعار المساكن زيادة حالات الفقر ونقص الدعم الحكومي لم يذكر مثلا أين هو دور الجوب سنتر أو دور السوسيال أمت ولكن على ما يبدو أزمة السكن الوقوع بفخ الفواتير فواتير الكهرباء المرتفعة التدفئة نيبين كوستين ناخد سالونغ والأزمة يعني قد تكون وصلت لمرحلة ما تستطيع حتى السوسيال ودور البلدية استيعابها خاصة عندما يتم الحديث عن اللاجئين الأوكران فهذا يعني أنهم يحصلون على الإقامة بشكل مباشر وفي حال عثروا على منزل ممكن أن يدفع لهم الجوب سنتر حق الإيجار والأثاث على ما يبدو بهذه الحالات فالعثور على منزل أصبح شبه مستحيل خصوصا كونك أجنبي حتى لو أوكراني وحتى لو حالفك الحظ وعثرت على منزل قد لا يكون يلبي متطلبات التمويل من الـ أربايتس أمت من الجوب سنتر أو من السوسيال أمت بسبب سعره أو مساحته مقاردهم بعدد الأفراد الموضوع التالي أصدقائي هو الموضوع الأخير بقارة أوروبا هذا العام حصلت تغييرات هائلة بسبب التوتر بالعلاقة بين الأوروبيين والروس والتوجه العام نحو التسليح والتحشيد العسكري روسيا بوقت سابق انسحبت من اتفاقية الحد من الأسلحة النووية والتجارة النووية وهي الآن لديها أكبر ترسانة نووية بالعالم وتريد استئناف التجارب النووية وهي تعمل هذا الشيء بالقطب الشمالي بالوقت الحالي الآن روسيا عملت شيء آخر وهو انسحاب من اتفاق التسليح اللي تم المصادقة عليه بعام 1990 هي اتفاقية نص على الحد من نشر الأسلحة والتحشيد العسكري على الحدود بين روسيا وبين أوروبا كانت هي بداية حقبة جديدة من العمل والتعاون بين المجالين أو بين الطرفين الروس والأوروبيين الآن روسيا بدأت تنشر أسلحة وتكثف من قدراتها التسليحية وحشودها العسكرية على الحدود الأوروبية بنفس الوقت اليوم استجابة لانسحاب روسيا من هذه الاتفاقية ألمانيا أعلنت عن تعليق اتفاقية مراقبة التسليح بالتنسيق طبعا مع حلفاء ألماني بحلف الناتو وحسب وجهة نظر حلف الناتو إذا تغير سلوك روسيا يمكن استئناف الاتفاق من جديد ولكن حتى ذلك الحين فالآن هو زبن التسليح والتحشيد العسكري على حدود أوروبا مع روسيا للأسف هذه الأمور تعني توتر أكثر انفاق أكبر على الأمور العسكرية وهذه أشياء نحن لا نحتاج إليها بالوقت الحالي بالكاد العالم بدأ يتعافى من تداعيات الكورونا فلا أحد يريد توتر أو تحشيد أو حرب جديدة وصلنا للنهاية شكرا لحسن استماعكم مع السلامة